ملخص كتاب الأسرار الكامنة للثقة التامة بالنفس تأليف روبرت أنتوني ما لم تدرك قيمتك وجدارتك الحقيقية كشخص فإنك لا تستطيع حتى الاغتراب من تحقيق الثقة التامة بالنفس لقد ظننا أن السعادة حكرا على قلة من البشر ما جعلنا نجبر أنفسنا على التكيف مع مستوى متواضع من الآمال ولكن الأمر ينبع برمته من أفكارنا الداخلية التي تضع تصورنا الخارجي نحن نقيد أنفسنا بالإخفاقات ونقتل اختلافنا باتباع القطيع ثم الخضوع ولكن كما يقال نعيمك يوجد في داخلك فتوقف عن الحط من قدر نفسك وتضخيم أخطائك لتكون حرة وافهم نفسك وأحبها وتوقف عن الإحباط من مستوى أدائك وكن شخصا منفتحة لكل ما هو جديد من القيم والأفكار والتجارب وأعد ترتيب أفكارك لتوقذ ذاتك الجديدة فقد يبدو تغيير العالم متاحا إذا ما بدأت بنفسك تنومنا معتقداتنا الخاطئة مغناطسيا وتجعلنا عبيدا لآراء الآخرين ويكمن التحرر في الاعتماد على الذات يظهر أثر المعتقدات المغلوطة من خلال تجربة قام بها بأن وضع امرأة تحت تأثير التنويم المغناطيسي مقنعا إياها بعجزها عن رفع قلم إذ حدد عجزها الذهني قوتها الجسدية إن المعتقدات الخاصة هي المعلومات الواعية واللاوعية التي نصنع منها المعتقدة الراسخة غير القابلة للتغيير وهي ناشئة عن التفكير الرغبوي أي رغبتنا بصحة الأمر لمجرد الرغبة كما يرى المدمنون الصواب في إدمانهم وعند إدراك هذا الأمر سوف نكف عن مقاومة الواقع ونرقى بمستوى وعينا الحالي ونتقبل أنفسنا من خلال إعادة تنظيم معتقداتنا باستمرار أنت عبد لما يظنه الآخرون بك وبحاجة إلى استجدائهم ومتحهم لما يمكن أن يقدموه لك فتصبح نصائحهم أوامر وللتخلص من هذه العبودية اعتمد على ذاتك وحطم عادة الاتكال وتحمل نتيجة أخطائك عندها لن يخذ لك أحد ولن تضطر إلى التسويف أو الفرار أو الحاجة إلى الخداع والمناورة وستقوم بما تريد توقف عن المقارنة المستمرة فهي تعكس ضعف الثقة بالنفس وتقتل الإبداع وتولد المنافسة العدائية للظفر بالثناء ما يعدنا إلى الاتكاء بالمنافسة المقبولة هي مع أنفسنا لتطوير ذواتنا ولكن هل الوعي دور في معالجة المشكلات المترتبة على المعتقدات الخاطئة؟ يمكن حل مشكلات تقدير الذات المتذني والشعور بالذنب في الارتقاء بالوعي ومسامحة النفس ينشأ تقدير الذات المتذني عند الطفل بسبب تشبعه بمعتقدات الآباء وأفكارهم بالإضافة إلى اتكاله على الآخرين ومقارنته بهم فيشعر بعدم الأهلية كما أن إحباطات سنوات الدراسة تزيد الطين بلة بسبب استخدام المدرسين معايير مشوهة مثل اختبارات مستوى الذكاء وكذلك يفعل التأهيل الديني السلبي الذي يضخم مشاعر الذنب وانعدام القيمة كما أن للمظهر الجسدي دورا كبيرا في ذلك إن أصحاب التقدير المتدني للذات مدمنون للشكوى والحط من الآخرين وهم منافسون يتصفون بالطمع والخداع والافتقار إلى الأصدقاء المقربين فيدخلون في حالة اكتئاب لأنهم أقل من مستوى التوقعات فيظهر عليهم التردد مخافة الأخطاء لتعويض مشاعر عدم الكفاءة وجن الاحترام والتعاطف ولابد من الارتقاء بالوعي للتجاوز ذلك وعادة ما يتأثر وعيك بالمعتقدات الخاطئة التي تشوهه وتبدأ مرحلة تغييره عند إدراكك أنك تبذل قصارى جهدك في ظل وعيك الحالي سوف يساعدك ذلك على تقبل واقعك وتقبل سلوكيات الآخرين الناتجة عن وعيهم الحالي وعدم إجبارهم على تقمص وعيك ما يمنحك القدرة على التحكم بتصرفاتك أو ردود أفعالك وعند تغيير وعيك اتبع حوافزك الإيجابية وقيم الفوائد والمزايا المتوقعة وافعل ما ترغب به ضمن حدود قدراتك الجسدية والذهنية واكتشف الأخطاء وتحمل العواقب واسعى إلى إصلاحها ويؤثر الشعور بالذنب على الوعي وعادة ما يستخدم لفرض السيطرة كما يفعل الآباء مع أبنائهم أو المعلم مع طلابه فقد يؤدي ذلك إلى الندم وتغيير القيم لتتناسب مع قيم الآباء والمعلمين لكن ذلك لا يحل المشكلة الأساسية فتتكرر التصرفات الخاطئة وأخطر أنواع الشعور بالذنب هي الموجهة من الذات نحو الذات لخرقنا مبادئ معينة أو تعنيف أنفسنا على حدث من الماضي ما يؤدي إلى معاقبة أنفسنا بالاكتئاب والشعور بعدم الكفاءة وبضعف تقديرنا للذات ويكمن الحل الأمثل في مسامحة النفس وتجاوز الماضي والتعلم من أخطائه والتطلع إلى المستقبل وإصلاح الوعي الحالي ولكن ما دور العقل ومشاعر الحب في تحقيق النجاحات؟ اقتباس إننا نبحث عن أخطاء الآخرين لأنهم لا يقبلون أو يذعنون لمجموعة القيم الخاصة بنا إننا نعوض مشاعر عدم الكفاءة الخاصة بنا عن طريق جعل أنفسنا على صواب وجعلهم مخطئين ينبثق الخيال الإبداعي من اجتماع الحب والعقل ليقودنا نحو إطلاق العنان لقدرات العقل البشري الهائلة يقع الحب بين الود والشهوة وهو القوة الجذابة التي توحد الكون وتناغمه وتولد طاقة إيجابية للنجاح والإنجاز ويكمن الحب في فهمنا أن لا وجود لشخصين كشخص واحد فلكل منا قيمه الخاصة التي يجب أن يحترمها الطرف الآخر حتى تصنع علاقة أكثر حميمية ولكن الأمر الأهم أن الإنسان لا يمكنه منح الحب إن لم يحب نفسه لذا عليه مساعدة الآخرين والتماس مساعدتهم حتى يفتح عيونهم على روعتهم وعظمتهم وبالمقابل لعقلنا القدرة على الاختيار فهو يملك الحكمة ويعرف الإجابات وللعقل ثلاثة جوانب وهي الوعي واللاوعي والوعي الفائق وتشكل معا ما يسمى بالشركة المتحدة والعقل بجوانبه الثلاثة قادر على تدخيم أي فكرة وجذبها ذهنيا وتحويلها إلى واقع وتهدية العقل الوعي تسمعنا حديث الوعي الفائق الذي يصلنا من خلال الحدس على شعور أو رغبة تحثنا على تحقيق النجاح أما الخيال فهو يبني صورة ذهنية غير موجودة واقعية ويغذيها بالإبداع لتولد في العالم المادي والتحكم بالخيال الإبداعي يبدأ بالتحكم بالجانب الواعي للعقل والآتي من الحواس الخمسة ويجب اتباع حدس العقل فائق الوعي لتنظيم الصور الخاطئة في اللاوعي لتحقيق التجارب الإيجابية فما هي الخطوات العملية التي تساعدنا على تحقيق أهدافنا؟ تهديد الهدف والراحة النفسية وبضع الخطة هي مفاتح تحقيق الإنجازات والرغبات حدد هدفك وضع خطة مكتوبة بخطوات وموعدا للبدء والانتهاء على مدى خمس سنين لتحقيقه واعلم أن الشعور بالمتعة يكمن في إنجاز الهدف أو إنجاز جزء من الخطة كن شجاعا لخطوة الخطوة الأولى واسمح لوعيك الجديد باتباع الخطة وتلقي التوجيه الروحي وكن مرنا مع التغيير وتقبل الفشل متحليا بالإصرار فكر بطريقة إيجابية وسوف تجد حلولا لكل المشكلات حول الأفكار إلى طاقة حركية تحقق أهدافك ولا تنسى أن الكلمات الإيجابية تلعب دورا مهما في رفع مستوى ثقتك بنفسك كما أنها تزيد من تدفق القوة الإبداعية وابحث عن راحة النفس التي تتحقق بالتأمل فالتواصل مع مصدر القوة في داخلنا يوجهنا إلى الطريق الصحيح ويمدنا بالأفكار الإبداعية ويفضل أن يكون التأمل في الصباح والمساء بشكل يومي في مكان هافدئ وخافت الإضاءة وعند البدء لا تقاوم أفكارك استرخ وتحرر واسمح للطاقة بدخول وعيك واذكر الفكرة بإيجاز وانفتح لصوت الحدس تخيلت صورة لرغباتك وأهدافك وأكدها واشكر الله ذهنيا فذلك سوف يتركك في حالة من الترقب والتوقع ولا تنس أهمية الوقت في تحقيق مساعيك اقتباس عندما تضع الخطط وتحدد الأهداف التمس الحكمة اللازمة لتنفيذها اعرض الأفكار التي فكرت فيها بوعي واطلب من عقلك فائق الوعي أن يوجهك إلى اختيار الفكرة المناسبة ترويض الوقت واستغلاله هو السبيل إلى النجاح والتغلب على المخاوف يكون في تقبل التغيير والاستفادة منه أن نتعلم إخضاع الوقت سوف يسعفون في أداء مهامنا وتحقيق أهدافنا والخطوة الأولى للسيطرة عليه هي الاستيقاظ مبكرا للشعور بقيمة الوقت وحبه إذ تزداد قيمة الوقت بالتجارب التي توسع مداركنا وتساعدنا على فهم الحياة ومغزاها وسعيك إلى قتل الوقت بالكسل والملل يقتل خيالك الإبداعي ولزيادة فعالية الوقت قم بكتابة ستة أشياء ترغب في إنجازها في اليوم التالي ورتبها وفق أولوياتها وتذكر أن أنسب وقت للبدء هو الآن تحلى بالشجع وابدأ عملية التنفيذ ولا تدع الخوف من الفشل يعرقل طريقك فمخاوفنا من صنعنا وهو شعور مدمر لمحاولتنا بناء الثقة التامة بالنفس وللتخلص منه صحيح أخطائك ولا تكررها وواجه مخاوفك لتكشف حقيقتها وعش حاضرك الذي تتلاشى معه مخاوفك وقلقك من المستقبل ولتتخلص من التوتر البدني قم بالمشي وتبتع بروح الدعابة التي تكسر الجدية وتخفف التوتر النفسي وتذكر أن أكبر مخاوفنا هو التغيير فنحن لا نستطيع أن نمنع لذا من الأفضل أن نتقبله ونطلع إلى استغلاله ولا تنبذي التغيير وتكن عبدا للرتابة وامتلك الشجاعة لتقول إنك مميز وإن هذه الحياة المملة لا تناسبك وتذكر ضرورة الإنصاط إلى الآخرين والاهتمام بهم لتزيد من فرص نجاحك نزيد من فرصنا في التواصل الإيجابي مع الآخرين عبر الإنصاط والاهتمام بهم باستخدام التواصل المحكي وغير المحكي نستطيع أن نفهم ونغير مواقفنا تجاه الآخرين لا أن نحاول تغييرهم وأهم طرق التواصل هي الإنصاط فالسخط والضجر والمقاطعات تؤدي إلى فجوات في التواصل بين الناس لذا تحدث معهم عن اهتماماتهم واربطها باهتماماتك واسمح لهم بالتعبير عن آرائهم وتبادل معهم المحادثات الإيجابية متجنبا الشكوى ومحاولا إلهامهم وكن ودودا معهم ولا تقم بإدانة نفسك وإدانتهم وكن منفتحا ومتزنا وسوف تتعلم في النهاية حب نفسك وحبهم أسرد عليهم القصص فهي تعمق فهم الآخرين لك وتوصل الأفكار المعقدة وأظهر تأثير الآخرين بك وامنحهم التعبير الصادق من خلال إبراز أهم صفاتهم الإيجابية وتذكر أن الالتزام بمواعدك وقيامك بأفعال الكياسة المتواضعة وتذكر أسماء الأشخاص يزيد فاعلية التواصل ويعزز المصداقية لا تخشى القيام بالخطوة الأولى للتعرف على الناس متسلحا بالابتسامة وابتعد عن مستفزين الطاقة السلبيين واقترب من الأشخاص الإيجابيين يعتقد كثير من الناس أن الموقف الذهني الإيجابي أمر غير واقعي لأن المفكر الإيجابي يسعى فقط إلى الهروب من المشكلات والمآس واليأس ولكن الحالة ليست كذلك على الإطلاق فالتفكير الإيجابي هو طريقة للنظر في مشكلاتك الخاصة ومشكلات البشرية ومحاولة إيجاد حلول لها من خلال العمل البناء والفارق بين المفكر السلبي والمفكر الإيجابي شبيه برد فعل شخصين تجاه كوب مملوء نصفه بالماء يقول الشخص الصيبي إن نصف الكوب فارغ ولكن الشخص الإيجابي يعلم أن نصف الكوب ممتلئ لعلك ظننت أن السعادة تستقى من منبع خارج نفسك ولكنك بهذا ضللت الطريق فسعادتك وراحة نفسك تنبع من داخلك يبدأ الأمر برمته عندما تعرف دوافعك الحقيقية وتتعرف إلى نفسك أكثر وتتقبل عثراتك وتتعلم منها وتتغلب على معتقداتك الخاطئة التي تسبب لك التقدير الذاتي المتدني والشعور بالذنب لذا حدد خطة وهدفا واستمع إلى عقلك الواعي الفائق واستغل وقتك في المنفعة والفائدة ولا تنسى الإنصاط إلى الآخرين والاهتمام بهم وحينها ستتعلم كيف تحب نفسك وتحبهم وسوف تتولد في نفسك الثقة التامة التي تضيء لك دروب النجاح والتميز ترجمة نانسي قنقر شكرا الاشترا شكرا